ولد القذافي على حد قوله في السابع والعشرين بالحزيران من العام الف وتسعمائة واثنين واربعين تحت خيمة بدوية في صحراء السرط من عائلة رعاة فقيرة من قبيلة القذاذفة والتحك بالجيش عام خمسة وستين في السابعة والعشرين من العمر أطاح مع أحد عشر ضابطا أخر في الأول من أيلول عام الف وتسعمائة وتسعة وستين نظام الملك الليبي المسن إدريس السنوسي الذي كان في فترة نقاها في تركيا من دون إراقة قطر الدم واحدة وفرض القذافي نفسه قائدا للثورة التي عرفت بثورة الفاتح وحصل على دعم الرئيس المصري وقتئذ جمال عبد الناصر في أذار من العام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين أعلن قيام الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التي يتولى فيها الشعب السلطة مباشرة وأثار القذافي استغراب من حوله لسيم الغربيين بسبب غرابة أسطوب حياته وأزيائه التقليدية وطريقاته في ممارسة السلطة وتصريحاته ونظرياته المبتكرة حيث يرى أن كتابه الأخضر يشكل الحل الوحيد للبشرية اتخذ العقيد الليبي كراراته في أغلب الأحيان من خيمته المتنقلة في الصحراء بحماية وحدات أمنية من النساء بالزيل العسكري والتي رفقته في موظم رحلاته إلى الخارج تحول إلى أحد ألد أعداء الغرب بعد اعتداء لوكربي والطائرة الفرنسية عامي ثمانية وثمانين وتسعة وثمانين إلا أنه عام الفين وثلاثة أعلن بشكل مفاجئ تخليه عن برنامجه استري للتسلح ثم أقر بمسؤولية معنوية عن حادث لوكربي وحادث الطائرة الفرنسية ودفع تعويضات لعائلات الضحايا بهدف رفع الحظر الاقتصادي والجوي المفروض على بلاده القذافي الذي أعلن نفسه ملك ملوك أفريقيا أصبح عميد القادة الأفريقى منذ وفاة رئيس الجابون عمر بونجو في حزيران الماضي